الناحة التانية النهاردة ايضاً صحيح النهاردة برضو بيراميدز قدر يعمل مباراة جيدة ويفوز النهاردة في مباراة تعتبر مش سهلة امام الجونة فرقة صعبة دفاعياً مع الكابتن علاء عبدالعيل بس بيراميدز قدر يفوز بهدف إبراهيم عادل اللي جيه في الدقيقة 27 27 الهدف حضراتكم ورغم الطرد ورغم الطرد يعني اللي حصل عليه مروان حمدي في الدقيقة 85 قدر بيراميدز يحافظ على فوزه رغم النقص العددي أمام فريق الجونة بيراميدز عامل مسيرة وأداء رائع جداً في الدورة هذا الموسم في صدارة الجدول وماشي بشكل رائع جداً نهاردة إبراهيم عادل بيسجل بالمناسبة إبراهيم عادل ضمه كابتن حسام حسن في قائمة المنتخب بدلاً من رمضان صبحي اللي تم استبعاده بسبب الحكاية بتاعته بتاعت المنشطات وهنتكلم عنها بعد شوية بشكل أكبر حلو بيراميدز السنة تحسوا السنة دي فرقة مختلفة فرقة وقعية فرقة جيدة فرقة عندها استمرارية فرقة مركزة فرقة حتى لو هي بتقدم بعض المباريات مش أفضل شي بس بتعرف تخرج بالثلاث نقاط علشان كده بيراميدز منافس شرس جداً على لقب الدوري هذا الموسم بشكل واضح وواضح جداً طيب